في خبار آخر فائد النطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سوفيان صليتي بأن دائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أجلت لبرح النظر في قضية الهجوم الإرهابي على متحف باردو إلى يوم 9 جنف القادم مع رفض جميع مطالب الإفراج انتبعوا التقرير الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر أمس تأجيل النظر في قضية الهجوم الإرهابي على متحف باردو والإصار نهار 18 مارس 2015 تأجيلها لنهار 9 جامع في 2018 مع رفض جميع مطالب الإفراج هذا وأكد الناتق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوفيا نسليتي أنه تم تأخير القضية اللي يمثل فيها 25 متهمة منهم 21 موقوف وأربعة بحالة صراحة استجابة لطلب القائمين بالحق الشخصي وللقيام بإجراءات الدعوة المدنية ويذكر أنه الهجوم الإرهابي اللي جد بالمتحف الوطني بباردو يوم 18 مارس 2015 أسفر عن استشهاد الأمني أيمن مرجانة ومقتل 21 سائح أربع إيطاليين وأربع فرنسيين وثلاثة يابانيين وثلاث بولنديين وكولومبيين اثنين وإسبانيين اثنين وثلاث سياح من كل من بريطانيا وروسيا وبلجيكيا إلى جانب القضاء على الإرهابيين الاثنين منفذي العملية هجوم إرهابي في باردو ما زالت صورته في بال كل مواطن تونسي هجوم تم على إثر تنظيم مسيرة دولية ضد الإرهاب شارك فيها رؤساء دول وبعثات عربية ودولية هجوم أحكامه ما زالت قيد الانتظار لتستفيق باردو اليوم 1 نوفمبر 2017 على عملية اعتداء على زوز أمنيين بصدد القيام بمهامهم وأحد منهم تم طعن وتم نقل لمستشفى الرابطة في حالة حرجة ترجمة نانسي قنقر